يحيي العالم الأحد اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية يعني يوم أقرته الأمم المتحدة منذ عام 2013 نعملين وتأتي الذكرى ضمن الجهود الأممية للتخلص من الأسلحة النووية والذرية التي بحوزت عدد كبير من الدول وتأتي أيضا لتذكير العالم بالمآسي التي تسببها الأسلحة النووية في حال تم استخدامها بالفعل يتزامن الاحتفال مع بروز مؤشرات إيجابية بشأن المفاوضات المتعددة الأطراف لوقف طموحات إيران نووية والتي تناقش على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية احتدم سباق التسلح بين القوى العظمى ضمن ما يعرف بالحرب الباردة التي تسببت في إنتاج أسلحة نووية وحسب الأمم المتحدة لم يتم التخلص من أي سلاح إلى حد الآن بالرغم من انتهاء الحرب الباردة والتوقيع على اتفاقات جماعية وثنائية للتخلص منها وفي الأوينة الأخيرة اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على تجديد معاهدة خفض الأسلحة الهجومية والحد منها إلى غاية العام الفين وستة وعشرين أنا قلق جدا من التأخر في التواصل إلى عالم خال من الأسلحة النووية الدول التي تمتلك أسلحة نووية قامت في السنوات الأخيرة بتطوير ترسانتها غير أن قرار الولايات المتحدة وروسيا بتمديد العمل باتفاقية استارت جديدة للحد من السلاح النووي كانت محل ترحيب وخطوة أولى على طريق الحدي من التسلح أزيد من 13 ألف سلاح نووي ما زال بحوزة عدد من الدول وهي بانتظار أن يتم التخلص منها بناء على اتفاقات وتفاهمات ثنائية وجماعية ويعيش نصف سكان العالم في دول تحوز أسلحة نووية وهو وضع ينتقده خبراء نزع الأسلحة وناشط والسلام أدوات القتل والموت والحرب كانت دائما موجودة وفي تطور مستمر المعضلة بالنسبة للطاقة النووية هي أنها يمكن أن تكون آدات تطور وتنمية اقتصادية وعلمية وغيرها ولكن يمكن أن تكون آدات دمار شامل للإنسانية بشكل غير مسبوق الفرق يكمن في طبيعة الأياد التي تمتلك هذه الطاقة وهو ما يفسر سعي المجموعة الدولية والولايات المتحدة من أجل التخلص من ترسانة إيران النووية تفاوضيا مثل ما أعلنته الولايات المتحدة أكثر من مرة ولم تخفي المجموعة الدولية مخاوفها من أن تقع التكنولوجيا النووية والأسلحة التي قد تتم صناعتها في أياد الإرهابيين والعصابات والأنظمة الشمولية والمتطرفة والمتشددة غير المسؤولة وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التخلص من المخاوف والتهديدات التي يشكلها المشروع النووي الإيراني خصوصا وأن تطويره جرى في سرية وغموض الولايات المتحدة هذه الأيام أعلنت أنها على استعداد للعودة إلى المفاوضات متعددة الأطراف من أجل إحياء الاتفاق النووي مع إيران اتفاقنا سقطته الإدارة الأمريكية السابقة واستبدلت ذلك بتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران الولايات المتحدة ما زالت ترغب في عودة مشتركة للتوافق مع إيران بشأن برنامجها النووي والتخلص الكامل من ترسانة كوريا الشمالية وقبيل إحياء اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية تمكنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من التوصل إلى اتفاق بشأن إبقاء معدات المراقبة والتسجيل الموجودة في مواقعها النووية قيد التشغيل وهي مسألة زادت من مساحة الأمل للتوصل إلى اتفاق شامل مع طهراء خليل بن طويلة الحرة واشنطن إذن نتابع صويا حقائق وأرقام عن السلاح النووي في العالم بحسب الأمم المتحدة وفقا للأمم المتحدة هناك 13 ألفا وأربعمائة سلاح نووي في العالم والبلدان التي تمتلك تلك الأسلحة لديها خطط ممولة جيدا لتحديث ترسانتها النووية هناك أيضا أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في بلدان تمتلك أسلحة نووية وهي دول أعضاء في تحالفات نووية إزالة الأسلحة النووية كانت من ضمن أهداف الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ قرار عام 1946 بناء عليه تم إنشاء لجنة للطاقة الذرية في العام 1957 أما في عام 1978 أقرت الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة بأن نزع السلاح النووية بغي أن يكون الهدف والأولوية أما في ديسمبر عام 2013 اقترحت الجمعية العامة هذا اليوم العالمي والذي كان بمثابة المتابعة للاجتماع أو للإجماع المعني بنزع السلاح النووي ذكرت الأمم المتحدة أنه اعتبارا من عام 2017 ورغم الانخفاض الكبير في الأسلحة النووية التي نشرت في ذروة الحرب الباردة فإنه لم يدمر فعليا رأس نووي واحد ولم تجرى أي مفاوضات متعلقة بنزع السلاح النووي في العام 2019 انصحبت الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى المبرمة عام 1987 واتهمت روسيا بانتهاك الاتفاق الثنائي فيما أنهارت المعاهدة استمرت الصين في بناء مثل هذه الأسلحة ولم تظهر أي مبادرة على التزاماتها بالانضمام إلى مثل هذه المحادثات لوقف انتشارها توصلت روسيا والولايات المتحدة في أوائل فبراير عام 2021 إلى اتفاق لتمديد النسخة الثالثة من معاهدة الحدي من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والتي عرفت بن يوستارت وهي الصفقة العاملة الوحيدة بين الطرفين حول تقليص السلحة إذن نالين خلينا كمان نستذكر محطات في المفاوضات الدولية مع إيران من أجل إحياء الاتفاق النووي نبدأ من يناير 2021 أو عفواً 2020 حيث تم تفعيل آلية حل النزاعات في الاتفاق النووي أو ما عرف بآلية فضل النزاع النووي مع إيران من قبل الأوروبيين وتحديد فرنسا بريطانيا وألمانيا وفي يناير 2020 أيضاً أعلن الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني زيادة اليورانيوم المخصب بمعدلات أعلى من الاتفاق وفي نوفمبر 2020 ازدادت نسبة اليورانيوم المخصب إلى 12 وهو ضعف الحد المتفق عليه وفي إبريل من عام 2021 بدأت محادثات غير مباشرة ما بين طهران وواشنطن ضمن ما عرفت بالمحادثات محادثات فيينا التي وصلت إلى ست جولات لمشاركة مجموعة أربعة زائد واحد وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وفي إبريل عام 2021 قامت إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% غير آبها باعتراضات المجتمع الدولي لمشروعية هذا المشروع النووي وأيضا العقوبات التي قد تطالها بالفعل أما في يونيو 2021 كانت الجولة السادسة من محادثات فيينا حيث انتهت بالتعليق قبل تسلم الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي مهامه في أغسطس 2021 أما في يوليو 2021 لوح روحاني الذي كان لا يزال في السلطة إلى أن طهران يمكنها تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 90% في الشهر الحالي في سبتمبر بالتحديد 2021 تسارعت المطالب الدولية لطهران باستئنف مفاوضات النووي عبر مؤتمر عام للوكالة الدولية للطاقة الدرية عقد لمدة خمسة أيام تم خلاله التركيز على إعادة إحياء الاتفاق النووي من حيث انتهت الجولة السادسة من مباحثات فيينا في يونيو الماضي عموما حتى نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر ينضم إلينا من نيويورك الباحث والمفكر السياسي مهدي عفيفي أهلا وسهلا بك سيد مهدي بداية دعنا نذكر بتعريف السلاح النووي وما هي شروط امتلاكه صباح الخيرات تحياتي إليكم وإلى المشاهدين العزاء السلاح النووي هو سلاح ينتج من انشطار النواة داخل الظرة وينتج عنه طاقة هائلة تستطيع التدمير بشكل كبير ونذكر بأحداث هوروشيما مثلا في اليابان لذلك امتلاك هذا النوع من السلاح يمكن لمن يمتلكه أن يضرب بقعة كبيرة من الأرض ويؤدي إلى تدمير وقتل الآلاف بل قد تصل إلى الملايين طيب أستاذ مهدي في الوقت الذي فيه أكثر أو يعني حوالي تسع دول تمتلك سلاح نووي لكن سلاح إيران نووي هو الشغل الشاغل للمجتمع الدولي برمته لماذا يشكل سلاح إيران تهديدا جديا؟ إيران تقع في منطقة حيوية في منطقة الشرق الأوسط هو بالقرب من أهم حلفاء إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل أهم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا في منطقة قريبة من أوروبا أيضا إيران ومع ما تقوم به وما ذكرتوهم في تقريركم لا يمكن الثقة بها لأنها طورت هذا السلاح بسرية تامة بدون مراقبة المجتمع الدولي وعندما بدأ المجتمع الدولي هناك أكثر من مرة تم اكتشاف برامج أخرى تتم بها تخصيب اليورانيوم تحت الأرض وتحت الجبال في مناطق معينة تكون بعيدة عن المجتمع الدولي المسألة الثانية أن من تجارب المجتمع الدولي مع إيران نرى أن إيران تعمل على الضغط من خلال أزيالها أو من خلال حلفائها في التوسع في منطقة الشرق الأوسط ومثلا تمد هؤلاء مثل الحوثيين وغيرهم بأسلحة مثل الطائرات المسيارة وذلك يضرب المصلحة العامة وأصلا يضرب دولة مثل المملكة العربية السعودية والتي قد تؤدي إلى ضرب مناطق البترول في المنطقة العربية والتي قد تؤدي إلى كرثة عالمية في النحية الاقتصادية ثالثا إيران لم تعهد أن تكون واضحة مع المجتمع الدولي حتى مع وجود المراقبين الدوليين داخل مناطق التخصيد دائما كان يكتشف أن هناك برامج أخرى سرية تقوم بها إيران بعيدا عن أعين المجتمع الدولي طيب يعني سيد مهدي هل تتوقع أنه قد تصل الولايات المتحدة مع المجتمع الدولي إلى الحد من أنشطة إيران النووي هل تستطيع هل هي قادرة على ذلك أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع الحلفاء تستطيع أن تصل إلى اتفاق مقبول خاصة وأن الضغوط الدولية أدت إلى شبه انهيار في الاقتصاد الإيراني المسألة الوحيدة التي تؤرق هذا هو محاولة روسيا أن تدعم إيران روسيا والصين من وراء الكواليس وتستخدم إيران كورقة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي لذلك أعتقد لو الدول الأوروبية خاصة فرنسا وألمانيا مثلا والتي لها مصالح كبيرة مع إيران استطاعت أن تنضم إلى الضغط الدولي من الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تأتي إيران مرة أخرى إلى اتفاق مع الولايات المتحدة خاصة أن الاتفاق الجديد سيشمل تمدد إيران في المنطقة العربية وأيضا الأسلحة الصاروخية المتوسط لكن أستاذ مهدي في ظل الحديث عن الجولة الجديدة المرتقبة هل تعتقد أن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي استمر لمدة خمسة أيام سيلقي بأي صدى لدى الجانب الإيراني إيران تحاول أن تلعب بالنار في مسألة السلاح النووي كما نعلم إسرائيل حذرة أنها قد تضرب في مناطق حيوية في الداخل الإيراني وقد حدث أعتقد أن المسألة هي محاولات إيران للحصول على أكثر المزايا من الولايات المتحدة الأمريكية خاصة الأموال التي تم حضرها مع إيران والمؤسسات الإيرانية التي تم إيقاف التعامل معها والجلوك التي قامت بقطع العلاقة مع إيران يمكن من الاستمرار الدولي أن تأتي إيران إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى ويمكن أن يكون هناك تفاهم وإعادة تقسيم هذه المسألة الإدارة الأمريكية طرر أنه كل الشروط لا بد من تطبيقها ولكن هناك مرونة في البدء بتطبيق شروط معينة ومن ثم الدخول في موافضات أخرى لمثلا تمدد إيران وتمويلها للجماعات الإرهابية وأيضا مسألة الأسلحة الباليستية متوسطة المدى لدى إيران طيب يعني خلال الاجتماعات الأمم المتحدة إيران رفضت عقد اجتماع رفيع المستوى البحث في ملف إيران النووي وأصرت على مداولة الملف خلال اجتماعات فيينا برأيك لماذا هذا الرفض من جانب طهران؟ لابد أن نعلم أن النظام الإيراني يعني بالداخل الإيراني بشكل كبير هناك شبه الميار اقتصادي، هناك تعاطي بشكل كبير وخطر مع جائحة كورونا، هناك مأساة حقيقية داخل طهران لذلك يحاول النظام الإيراني إظهار نفسه بأنه قوي أمام المجتمع الإيراني وأيضا أمام حلفاء وأذياله سواء كانت في المنطقة العربية في اليمن أو في لبنان أو في غيرها لذلك المسألة ستكون من يستطيع أن يستسلم في الخطوة الأولى النظام الإيراني الجديد والرئيس الإيراني الجديد المعروف بتشدده يحاول الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وأن نجتمع الأوروبا لكن في الواقع دائما هذه المفاوضات تأتي من وراء الكواليس بتغيير بعض النقاط العالقة والتي يمكن بها أن يبدأ هذا الاتفاق على خطوات مختلفة قد لا تكون كما ترضى إيران 100% أو كما ترضى الولايات المتحدة الأمريكية 100% لكن المجتمع الدولي يرى أنه لابد أن يكون هناك نوع من أنواع الاتفاق المسألة هي مسألة وقت وتفاوضات في مسائل عالقة منذ فترة قبل أستاذ مهدي سريعا من فضلك هل جعلت معاهدة حضر التجارب النووية العالم أكثر أماما حسب رأيك؟ في الحقيقة لا أعتقد لأن العالم لم يلتزم بمعاهدة حضر الأسلحة النووية ولكن هناك محاولات وأعتقد في المستقبل القريب مع الضغط الشعبي يمكن أن يكون هناك حديث شكرا لوجودك معنا الباحث والمفكر السياسي أستاذ مهدي عفيفي شكرا جزيلا لك